سحفيون في سوريا ومن خلف الحدود أول انتخابات الرئاسية بعد الثورة المصرية استبيانات تستبق الانتخابات الفرنسية الأمن والحقوق المدنية مثار جدل في بريطانيا مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج سبعة أيام نقدمها لكم من بي بي سي ضيوفي في هذه الحلقة جهاد الخازن الكاتب وصحفي في الحياة عبد العزيز الخميس الصحفي في موقع ميدل إيست أونلاين نبيلة رمضاني الكاتبة وصحفية الفرنسية وأحلام أكرم الكاتبة وناشطة في حقوق الإنسان مواضيع عديدة سنناقشها في هذه الحلقة كانت مخطة اهتمام الصحف العربية والأجنبية فبالإضافة إلى الموضوع السوري الذي لا يزال يشغل صحفيين وكتاب الرأي سنتناول في هذه الحلقة التغطية للانتخابات الرئاسية المصرية وترشيح الأخوان المسلمين خيرة الشاطر أيضا الانتخابات الرئاسية الفرنسية من زاوية السيل الكثيف لاستطلاعات الرأي كذلك سنبحث في متابعة الصحف البريطانية لقانون المراقبة خصوصا على المواقع الإلكترونية لنبدأ إذن مع بعض المقتطفات في صحيفة نيويورك تايمز كتب أريانير تحت عنوان محكمة عربية لجرائم الحرب من أجل سوريا في إطار البحث عن طرق أخرى لإجبار الحكومة السورية وشبيحتها على دفع ثمن ذبحهم ووطنيهم تسعى الولايات المتحدة إلى جلبهم للعدالة محكمة لجرائم الحرب بإدارة الجامعة العربية قد تكون الحل في صحيفة الحياة كتبت فيرونيك أبو غزيلي تحت عنوان مراسلون أجانب على خطوط النار وإذا كان رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا لياسم رات طلب أخيرا من المؤسسات الإعلامية الأجنبية عدم إرسال صحفيها في شكل غير شرعي إلى سوريا بعد مقتل صحفيين أجانب في حي باب عمر فهل يمكن مثل هذه المؤسسات التي تحتاج إلى تحقيق صبق إعلامي تزامنا مع إظهار وجهتين نظر المعارضة والنظام أن تلتزم بمثل هذا الطلب إذن مشاهدين هذه كانت المقتطفات التي اخترناها من الصحفة العربية وبعض الصحفة الأجنبية سيد جهد أبدأ معك يعني بالرغم من منع السلطات السورية لصحفيين بالعمل في سوريا لأن الصحفيين الأجانب اختاروا الذهاب بشكل سري ومعظمهم كانوا صحفيون فريلانسر أو صحفي حر لماذا الصحفيون العرب لم يغامروا ويذهبوا بشكل سري إلى سوريا ربما نعرف الوضع أفضل من الصحفيين الأجانب يعني جريتي عندما بدأت الحرب على العراق خيرنا المراسلين أن يذهبوا أو لا يذهبوا وأن كان القرار للمراسل وليس لنا هو في المنطقة يعرف الوضع أفضل منه يعرف إذا كان يغامر قلنا لهم لا نريد أن يغامر أحدا بحياته يعني حياة مش لعب الوسطى مقابل هذه بالنسبة للصحافة الأجنبية هناك تنافس الآن حتى قطع الأعناق الصحافة الغربية في تراجع شديد إعلانات وتوزيع وغيره فكل واحد يبحث عن صبق صحفي وبعض الصحفيين خصوصا الذين بنوا سمعتهم على المغامر وعلى تغطية الحروب يريد أن يثبت أنه لا يزال قادرا ولكن أعتقد أن الحياة حفظ الحياة أهم من الخبر أي خبر لذلك يجب أن يكون الواجب الأول للصحافة ولرئيسه في العمل ضمان الحياة قبل ضمان الخبر كان هناك مغامرون في لبنان من الصحافة الأجنبية وبعضهم دفع الثمن طبعا هم لا يستطيعون أن يذهبوا عن طريق الحكومة السورية لأنه استطفلت عليهم أين يذهبون وأين لا يذهبون كأنه ما راحوا يعني لا توفر لهم الحرية للخيار الآخر وبالتالي يختاروا أن يقطعوا الحدود عبر لبنان بطريقة غير شرعية ومع مرشدين أو واحد دليل يعني قد يأخذ الفلسوية يهربية تركه لمصيره أرجو أن يكون هناك حذر كبير في إرسال هذا الصحفيين أرجو أن يمارس الصحفي نفسه يعني شيئا من ضبط النفس نبيلة هل تعتقدين أن عدم ذهاب الصحفيين العرب إلى سوريا سواء بشكل سري أو بأي طريقة أخرى للتغطية كلف ما كلفه من حديث عن عدم دقة المعلومات أو التشكيك بكل الروايات التي تصل من سوريا بالواضح أن النظام السوري قال أنه سيستهدف أي صحفيين يدخلون الأراضي السورية وذلك ينطبق على الصحفيين العرب لكن على الصحفيين الأجانب بوجه خاص كما رأينا في أعقاب مقتل الصحفية البريطانية ماري كولفين وكذلك المصور الفرنسي رامي أوشليك استراتيجية الرئيس الأسد لمنع خروج المعلومات من سوريا أفلحت ولذلك في الصحف الأجنبية قد طرينا قضايا عن لاجئين سوريين فالصحفيون الأجانب موجودين في سوريا حيث ثلاثة ألاف من السوريين خرجوا في تركيا ولبنان وهذه القضايا عن معاناتهم فالتركيز الآخر هو على الدبلوماسية وعلى أفاق سنتحدث لاحقا عن التقرير التي وردت من المواقع التي لجأ إليها النازحون السوريون لكن سيد عبد العزيز تحدث سيد جهاد عن قرار إرسال الصحفيين وتحديدا أن تحدثون عن الصحفيين العرب إلى موقع ساخن لنتحدث عن سوريا في هذه الحالة هل هو قرار تتخذه الإدارة أو الموقع؟ أيضا هناك موقع إلكترونية لها مراسلها في الميدان أم أنه مترك كليا متروك كليا للصحفي؟ طبعا أي مسؤول عن أي صحيف أو موقع إخباري يهمه تماما الوصول إلى المعلومة وتقديم وجبة جيدة للمتابعين لموقعها أو جريدته وبالنسبة لنا الوسائل العربية أو الناطق العربية لا يوجد عندنا مشكلة في نقل المعلومة لها وجود العديد من المراسلين الأبطال والحقيقة يستحقون الاحترام داخل الساحة السورية والذين يظهرون حتى بوجوههم في وسط المعركة لينقلوا لشاشات التلفزيون ما يحصل في مدن وقرى سورية صحيح أحيانا يكون لديهم نبرة المساندة للثوار ويكونون أحيانا منحازين للثوار إلا أنه إنحياز للخير لعبة الخير والشر هناك قتل وهناك ذبح بالسككين وهناك اغتصابات وهناك جرائم تتم يجب نقلها بالنسبة للمراسلين الغربيين لهم الحق في الدخول على الأراضي السورية مدامة الحكومة السورية تمنعهم من ذلك الإعلامي يجب أن ينقل المعلومة وهذه مهمته هو بعيدا عن تعصف الأنظمة التي تضعها هذه الدول والحكي عن السيادة الوطنية وغيرها أي سيادة وطنية وهذا النظام يقتل شعبه يجب أن ننقل الصورة كإعلاميين ويجب أن نشارك في إثبات المعلومة الحقيقية هل ما يحدث حقيقة جرائم ضد الإنسانية بدون إعلام حر وبدون دخول الإعلام في هذه المناطق لا يمكن أن يكون هناك إدانة لمجرم وإضاحة الحقيقة للناس وغيرها لذلك يختلف وضع الإعلام العربي عن وضع الإعلام الأجنبي وحينما يذهب مثلا المراسل أجنبي ويدخل بطريقة غير شرعية لبلد هذه مو أول مرة يدخل البلد دخلوا في فيتنام دخلوا في دول عديدة في الأنحاء العالم ونقلوا لنا الحقيقة دخلوا في رواندا دخلوا في برونج دخلوا في عدة الأماكن التي عرفنا بسبب أن هناك مجازر ومشاكل من ينقل المعلومة إذا خاصة إذا كان هناك تعصف ضد المواطنين وضد الإعلام المحلي على الحكومة السورية أن تسمح للإعلام بجميع أشكاله وأنواعه أن يدخل إذا كانت محقة في أنها لا تقتل أما إذا كانت تقتل وليس فقط للحكومة السورية كل الحكومات العربية والأنظمة العربية لا ننسى قضية روبرت فسك مع السعودية كيف أدين ودفع صار علي قضية بسبب أنه لم يكن يسمح له بالذهب السعودية والتأكد من الأوضاع هناك وبالتالي استند إلى معارضة غررت بوثيقة ثبت أنها غير صحيحة وبالتالي خسر القضية لذلك يدان أحيانا النظام قبل الصحفي في أنه هو الذي يمنع الوصول إلى المعلومة هذا متصل ما تقوله ربما بحرية الوصول إلى المعلومة سيدة أحلام من خلال الحديث الآن تحدثنا عن أسليب متعددة للرواية من سوريا سواء عن تقرير مراسلين بشكل سري ذهبوا إلى سوريا أم مراسلون ذهبوا إلى مناطق النازحين لكن التغطية بشكل عام خلال عام مثلا للانتفاض السورية مرت بمراحل عديدة مراحل كما ذكر سيدة عبد العزيز ركزت على الناشطون الذين يوثقون ويرسلون صور لاحقا المراسلون الذين يذهبون سرا الآن نحن في أي مرحلة من هذه التغطية الحقيقة في الوقت الحالي لا يوجد حدود لا المعلومة ولا لا يصل الخبر وأكبر دليل على هذا أنه مراقبة الإيميلات الخاصة ما بين حتى الرئيس نفسه وبين زوجته وفضح زوجته في أنه الناس عمالها مالهية بالقتل بل إنما هي مالهية بالتسوق في أوروبا وكل هذا فمعاتش في حدود فمهما حاول النظام أنه يغطي على النظام أو المعارضة هلأ في الوقت الحالي حتى بالنسبة للمعارضة هناك انتهاكات وعمالهم بحاولوا يثبتوها لكن للأسف انتهاكات النظام نفسه بحق شعبه فاءت كل تصور بحيث أنه بالعرض لموضوع التغطية بشكل سريع أنت ترين أنه الآن أصبح هناك مزيج من وسائل التغطية سواء عبر مراسل حرية من الناشطين طبعا طبعا المراقبة مراقبة الإنترنت والتي هي وصلتها حتى لأوروبا يعني بحيث أنه قرار رئيس ساكوزي في الوقت الحالي أنه يرائب الإنترنت للشباب اللي يشوفوا يحددوا المتطرفين يعني للأسف أوروبا مالها بتوقف في موقف صحيح أحيانا قد يتعرض مع الحريات التي طلعت في أوروبا ولكن من نفس الوقت عندك عامل الأمن وبالنسبة لعامل الأمن السوري تجاه الإنسان السوري ما عادش في حدود لأنه ما أصبحت قضية قضية إنسان سوري فقط أصبحت قضية إنسان مواطن إذن سنتابع مزيد من التفاصيل موضوع التغطية للملف السوري ولكن سنقرأ بعض المقتطفات من الصحف منها من صحيفة ديرش بيجل التي نشرت تقريرا أعدته أولريك بوتس من بيروت كتائب الدفن في سوريا الإعدام الأول كان بمثابة معمودية النار لحسين أصبح الآن عضوا في كتائب حمص للدفن الرجال وهم قلة يقتلون باسم الثورة السورية يتركون التعذيب لآخرين هؤلاء هم كتيبة الاستجواب هذا التقرير يبدو أنه فتح شهية صحفيين آخرين في لبنان زياد الزعتري كتب في جريدة الأخبار بدوره يتحدث أبو أحمد القياد في كتيبة الفاروق عن فرق موت تشكلت للأخذ بالثأر والانتقام من أعداء الدين يتحدث عن قيامه وبعض رفاقه بذبح الرجال يكرر قصصا وفضائع سردت بعضا منها صحيفة ديرش بيجل الألمانية في حين ما خفية أعظم نبيلا لماذا يكتسب صحافي الأجنبي مستقية أكثر من الصحافي العربي ولو كانت المصادر ربما نفسها أظن أنه كما رأينا في الثورات في العالم العربي أجمع تم تصميم لدى الصحف والصحافة الأجنبية على تشجيع المواطنين أن يواصلوا لأنه إذا اختفتوا الصورة من وسائل الإعلام الغربية فسيعني ذلك أنهم ربما يخذلون أناس يسعون للتغيير لكن كما قلنا من الصعب الحصول على المعلومات من داخل سوريا مثلا سوريا هي دائما منشمع منطوي منعزل سري لكن ربما كان الأوضع أسوأ في أماكن أخرى قضية استهداف الصحفيين وهناك مؤشرات على كثافة الحملة ضدهم من خلال المواطنين الذين يغادرون بأعداد كبيرة وذلك ربما هو مغرر عدم توقف القصف سيد جهاد لماذا برأيك هذه التقارير التي تعتمد على روايات بالنهاية المراسل لم يذهب إلى هناك هو يستمع إلى شهادات أشخاص فقط شهادتهم هي المصدر الوحيد لماذا برأيك رغم ذلك تكتسب مصدقية على الأقل من خلال تداولها يعني مثلا تقرير درش بيكل ليس جديدا ولكن هذا الأسبوع أعيد التداول به تصديق الخبر يعتدد على سمعة الجريدة يعني أنا بالنسبة إلى الواشتون بوست ونيوك تاينز ما فيش مجال الخطأ في الأخبار الخبر صحيح مشكلة مع صفحة الرأي لأنه كمواطن عربي أرها صفحة ليكودية بالنسبة للمراسلين أجانب يعني تحقيق درش بيكل على ذمة الراوية السورية اللي دبح ناس وأنا لا أصدق إطلاقا ربما دبح أكثر من مقال ربما ما ندبح ولا واحد قاعد في بيروت بقهوة النشاط وعم بيركب أصص هي تقول أنه كنف في مستشفى في ترابدوس هذا صعب جدا أن نصدقها حتى الصحفي العربي إذا راح على السورية هو واحد من اثنين إما مع النظام أو ضد النظام إذا ضد النظام لن يصل إلى الجبهة ويراب يعني إذا كان مع النظام لا يحتاج أن يصل إلى الجبهة لأنه سيأخذ أي شيء تقوله الحكومة كأنه كلام منزل وينشوف في جريدته فبالتالي عندنا هذه المشكلة العربية بالنسبة للأجانب يعني أنا قمت سنوات عبر الشارع من واشتون بوست أي خبر خبر ينزل في جريدي يجب أن يتحقق منهم من مصدرين منفصلين أحدهم عن الآخر ليس مصدر واحد فقط ولكن هذا في أخبارهم لأنهم يحسبون عليها إحنا في الخبر السوري الآن هم يجلسون في بيروت أي واحد جاي من سوريا معارض يكلمونه وطبعا هذا المعارض سيعكس رأيه ورغباته وليس بالضروري أتكلم الحقيقة أيضا لو كان مع الحكومة هو يكذب كل ما يفتح تمه وبالتالي علينا إحنا أن نكون حذرين بالتطقيق والتمحيص سيد عبد العزيز يعني عندما تقرأ تقريرا مثلا مثل الذي نشرته الأخبار واخترت هذا المقططف تحديدا الذي يشير بالتقرير إلى يعني يقول تشبه روايات نشرتها صحيفة أو تقرير ديرش بيجل إلى أي حد تشكك بأصالة تقرير مثل هذا حينما يستند إلى تقرير آخر من دون أيضا إعطاء تفاصيل ومعطيات تشعر بأنها فعلا سرد أصيل وصحيح طبعا في المستغرب أنه جريدت الأخبار موجودة في بيروت وديرش بيجل موجودة في ألمانيا يعني المفروض أنه جريدت الأخبار تكون المصدر لديرش بيجل ولا ليس العكس فقط للتوضيح هو استشهد حسب متفاصيل التقرير ذهب إلى أيضا مستشفى في ترابلو استحدث إلى أشخاص ولكنه استند كم مرجع يؤكد وقال بأن هناك روا قصص نعم تشبه قصص التي أشرت إليها تقرير ديرش بيجل طبعا في الصحافة الفيستيكيتف الصحافة التحقيقات والبحثية أهم شيء يكون موجود هو الاستناد إلى عدة مصادر إضافة إلى وزن القصة ومعرفة بالضبط اتجاه القصة وأيضا رغبات المصادر أو ميول المصادر يعني ممكن أسمع مصدر غير محايد يعني مع الثوار ولكن أيضا لازم أوزنها بمصدر من النظام وأيضا أعرف تماما هل هناك محايدين في الساحة أضيفهم كثالث مصدر وبالتالي تنوزن القصة بشكل أفضل في هذا العصر يعني الكثير من الوسائل الاتصال الحديثة ومواقع الانترنتزية ليوتيوب وضحت لنا أشياء كثيرة تحدث في الساحة وبالتالي صار من السهل على الصحفي يعني كتائب الفاروق اللي ذكرت هذه لديها الكثير من الفيديوهات داخل الموقع يوتيوب ولديها الكثير من الأخبار والبيانات الصحفية يعني ما نحتاج أن نحن نأكد هي موجودة لكن هذا يقود من الوضعية اللي حدثت في العراق لما كان الصحفي في العراق يتوه ما بين المصادر والمصادر تكون أحيانا جزء منها إيرانية تحاول تعظم من مسألة القاعدة أمريكية غيرها عربية هذا ما أشرت إليه بالنسبة ل صراع المصادر قوي جدا نعم سنتابع إذن برنامجا وننتقل إلى الموضوع المصري إذ ركزت الكتابات في الصحف المصرية خلال هذا الأسبوع على الانتخابات الرئاسية وفي هذا السياق نشرت المصر اليوم مقالة من توقيع حسن حنفي ظاهرة كثرة المرشحين للرئاسة يقول فيها المواطن المصري العادي كان مهمشا طوال حياته ولا شأن له بالسياسة لم يشارك في أي انتخابات سابقة ويسمع أن نتائجها معروفة قبل إجرائها فجأة سمح له بأن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة تحديدا كان موضوع ترشيح الإخوان لخيرة الشاطر مسار ردود فعل عديدة برزت في الصحف المصرية وأيضا العربية والأجنبية ففي صحيفة الدستور الأصلي كتب إبراهيم منصور تحت عنوان عندما يكذب المرشح الرئاسي ويستمر الشيخ حازم في الخداع ليحصل على مئة توكيل من المواطنين لتأييد ترشيحه ويقدمها إلى اللجنة العليا للانتخابات في زفة كبيرة من أنصاره ليغطي على عملته في إخفاء معلومات عن جنسية والدته من صحيفة الشرق الأوسط اخترنا ما كتبه حسين شبكشي تحت عنوان الأمير وشاطر واليوم الشاطر يقدم مثالا جديدا للميكافلية لكن استغلاله للمكانة التي وصل إليها الإخوان أكثر مما يجب والناس لا يحبون استعراض العضلات ولا استعراض القوة ولا التفاخر بالمكانة وهي مسألة تؤدي للكبر والغرور وهما من أكبر الخطايا قد يكون ثمنهما مكلفا جدا معنويا وسياسيا من صحيفة نيويورك تايمز المرشح المصري المناهد لأمريكا قد يتعثر بسبب روابط والدته الأمريكية والدة المرشح الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل أصبحت مواطنة أمريكية قبل وفاتها وفق السجلات العامة لكاليفورنيا وحسب موقع إلكتروني لتسجيل الناخبينة في لوس أنجلس هذا سيجعل من أبو اسماعيل غير مؤهل لخوض الانتخابات وفق القانون المصري سيد جهاد قبل أن ندخل بتفاصيل التغطية لموضوع اختيار خيرات الشاطر والجدل الذي تناولت في الصحف ما تقييمك لأسلوب تعامل الصحافة المصرية من ناحية تغطية الانتخابات الرئاسية وهي أول انتخابات بعد الثورة وتشهد هذه الوفرة من المرشحين الصحافة المصرية تحاول وهناك مساحة جيدة من الحرية ولكن كما تفضلت كثرة المرشحين وما فيش خبرة في الموضوع لأنا اعتادوا على مرشح واحدة رحية بها انتخابات يضيعون معها طبعا الآن جاء خيرات الشاطر أمر مهم جدا الإخوان المسلمون في مصر يجب أن يفهموا أن دول خليجة قادرة على المساعدة على عداء مع الإخوان المسلمين نسمع يوما بعد يوم مقال رئيس الأمن في دبي ضحي خلفان أنا سمعت أهم من ذلك الأمير نايف بن عبد العزيز وهو الآن ولي العهد سمعته قبل أن كانوا العهد هم يعتبرون أن الإخوان المسلمين تآمروا عليهم أنا أقول التآمر يجع أكثر من الإخوان المسلمين في سوريا الذين احتضنتهم السعدي ودول الخليج ولكن تعرف عندهم مشكلة ثم يرشحون عندهم البلمان وعندهم المجلس الشورى عندهم الرئيس المزراء سيد جهد أنت تتحدث الآن عن اختيار الإخوان لمرشح خيرات الشاطر ما أريد التركيز عليه هو موضوع الصحف المصرية كيف تتابع التغطية المصرية للانتخابات التحديدة الانتخابات الرئاسية أنا أقرأ الصحف المصرية يوميا وتحديدا الأهرام لأننا متوافرة عنها بلندن وهي أمامي هنا أعتقد أن التغطية جيدة التغطية عامة وهناك يعني صحف تؤيد هذا المرشح أو ذاك ما في مرشح من دون صحيفة بتأيده الصحف الخاصة في مصر في كل يوم حوالي 10-12 جريدي لم تعد الصحافة محصورة بالصحف القومية ولا أعتقد أن الصحف القومية توزع كما كانت في السابق مليا نسخة أو 500 ألف نسخة وإنما التوزيع أيضا متوازن بين هذه الصحف والمشكلة أعتقد هي مع بعض المرشحين وليست مع الصحافة لأنه كل يوم برأيه يكذبون يعني مثل مرشح السلفيين لا هذا اللي كاتب التونيوك تانز هذلك كذب عليه كيف كذب عليه لا يمستحيل يكون كذب والدته كانت عندها بطاقة انتخاب في سانتا مونيكا في بلوس أنجلس كيف كذب فأنت عدم الثقل أنا بالنسبة إلى اللي لست في الصحف المصرية فيها جميع الأرى وإنما في المرشحين بعض المرشحين سنتابع إذن حلقة سبعة أيام مع ضيوفي ولكن بعد هذا الفصل بي بي سي أكسر مكان رائع يعني أكثر مكان ربما يتيح لي أن أتواصل مع الناس أن أصل للناس بسرعة وأن يصل للناس إلي بسرعة فرصتكم اليومية لتعبير عدومكم هو تواصل حر بيننا وبين المجتمعين بنامج بي بي سي أكسر نقدم فيه خضايا جريئة وجديدة ومختلفة لجلة إذاعية شبابية حيوية ومتنمات لكم السماعين من مختلف العمار تواصل معكم عبر كل الوسائل التفاعلية إذن نتابع حلقة سبعة أيام كنا نتحدث قبل الفاصل عن تغطية تغطية الصحف للانتخابات الرئاسية المصرية سيدة أحلام كان سيد جهادي لحدث عن وفرة وسائل العلام في مصر لسيمة بعد الثورة يعني أنشئت صحف عديدة وتلفزيونات وغيره كيف ترين التغطية سواء من قبل وسائل العلام العامة المواقع الإلكترونية وغيره هل هناك احترام لمعيار ديمقراطية التغطية أو نزاهة التغطية لأنه عادة في المجتمعات الديمقراطية يعتبر كيفية تغطية الأعلام أو قانون الأعلام أساسي في هذا الموضوع أنا رح أروح لنقطة تانية كوني ببحث بالحقوق بالذات مع أني توجهاتي هي ضد العمله بيصير في مصر بعموما يعني صعود الإسلاميين والدخول بكل هاي المتاهات اللي أهم من هذا برأيي أنه هذا المرشح بالذات يعني إمه أمريكية تحصل عندها الجنسية الأمريكية أو لا هذا انتهاك لحقوق المرأة وبعدين هو مصري يعني في العالم الغربي عندك هنري كيسينجر هنري كيسينجر ما قدرش يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية مش علشان إمه علشان هو مولود برا لكن ما سألوش عن إمه شو حاملة أنهي جنسية يعني في الوقت اللي العالم عمله بيتخطى هاي الحدود بموضوع الحقوق بيجي بالعالم العربي وتلاقي المرأة محرومة ولكن سيدة أحلامة تحيني إنه يتعلق بقانون الترشح أنا أتحدث عن التغطية الإعلامية وقانون الإعلام في الاتخابات التغطية الإعلامية بالتأكيد صار فيها تصعيد رهيب وما فيش معايير ما عادش فيه معايير محددة في الوقت الحالي لأنه زي ما بيقولوا اختلط الحابل بالنابل وصارت حاجات شخصية بعدين ترشيح الإسلاميين على آخر دقيقة لشخص تاني لخيرة الشاطر يعني هناك تخبط في الساحة المصرية تخبط فكرة تخبط ديمقراطي تخبط المرجعيات اللي بدهم يحطوها في الدستور نفسه عارفه بما أدى إلى انسحاب حتى الأزهر من لجنة سياة الدستور يعني في حاجات الأزهر والكديسة الأبطية طبعا بينعكس على زهنية المواطن البسيط اللي ما بتابعش كل هاي الأمور بحيث أنه بيعطي فرص لناس هل هم أهل للترشح أم لا عم تخلق ذبدب وتخبط فيه توصيل معلومة بسيطة للناخب البسيط فبندك تطلع عن كل هاي الأمور المعايير الديمقراطية كلها تلخبطت عم بفسرها وبعيد تفسيرها يعني مش أدري سيد عبد العزيز هل تتبعت الصحف الأمريكية كيف تناولت موضوع ترشيح خيرة أشاطر وترشيح أبو إسماعيل وقضية جنسية والدته يعني كان هناك اهتمام في الصحف الأمريكية بهذا الموضوع طبعا الصحف الأمريكية هي التي ساعدت في إثبات أنه أم مرشح السلفي أمريكية أو لديها جنسية أمريكية المضحك في العمر أنه التغطية الإخبارية لا في المصر وفي العالم العربي ولا حتى في الولايات المتحدة أخذت جانب كوميدي أنه أصبح صراع الأقارب وأزمة أقارب يعني للمثل في مصر طلع عمرو موسى طلعوا عليه فيه واحدة من الصحف أنه شقيقة يهودي أبو الفتوح أنه جوازه مع جواز قطري أبو إسماعيل أم أم أمريكية وأخته كندية ما أدري من بعد ما حيب قال لسعد الصغير الفنان سعد الصغير هو اللي ما عنده أي أقارب ولكن هل ترى أن هذه كانت مادة داسمة لتناول الصحف المصرية ولكن ماذا عن الصحف الأمريكية؟ الصحف الأمريكية كما قلت لك ويساعدوا في إثبات هذا لكنهم كانوا حاطين عينهم على الشاطر أكثر بالترافق مع الحملة البي آر حملة العلاقات العامة التي عملوها الأخوان في الولايات المتحدة ووضح التعاطي العربي مع هذا شافوا كيف تغطية الإخبارية الغربية للموضوع الأخوان ومحاولتهم استمالات الولايات المتحدة ما شاهدتنا في الإعلام العربي من ركز على أنه الآن أصبحت أمريكا جميلة وطيبة وصديقة عند الأخوان بعدما كانت العدو والشيطان الأكبر وإيران هي الصديق الأفضل وهكذا تغيرت وتشقربت الأشياء بحيث أنه أصبحنا نرى تغطية في الإعلام العربي متابعة حدث أكثر من تحليل الموضوع؟ متابعة تناقضات متابعة أقارب وعلاقة وجوازات أقارب وإثباتها وغيرها يعني دخلنا نحن بعيدا عن برامج السياسية للناخبين ما شفت برنامج السياسي حق الشاطر ولا حق بالفتوح ولا حق البسماعين بقدر ما شفت أقاربهم وأخوانهم وأخواتهم وعلاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سريعا الإخوان عم بيواجهوا أزمة كبيرة مش بس خارجيا عم بيواجهوا أزمة اقتصادية داخليا وهم بحاجة لقعود فممكن تكون الحملة الإعلامية للعالم الخارجي هي حملة لبحثهم على أعطاءهم قرود لأنهم بحاجة لـ 1.3 بليون دولار إذن نتابع الفقرة التالية وهي جولة على صحف المواقع الفرنسية التي أفردت صفحات خاصة لمتابعة مجريات الحملات الانتخابية للمراشحين ومعظمها خصص حيزا كبيرا لاستطلاعات الرأي موقع أوبينيون وي نشر في صفحة أوبينيون لاب أو مختبر الرأي رسما بيانيا لاستطلاع رأي شمال نحو الفرنسي ويوضح نواياهم الانتخابية التي تتجه بشكل أساسي إلى الرئيس الحالي ثم لمنافسه فرانسوا هولاند ومن ثم إلى مارين لوبين صحيفة الباريزية نشرت بدورها استطلاعا للرأي تحت عنوان حصريا استطلاع هولاند 56% ساركوزي 44% فرانسوا هولاند يتفوق بشكل كبير في الجولة الثانية على الرئيس المنتهي ولايته مواضيع عديدة يستخدمها المراشحون في إطار تباريهم على استمالة الناخبين ومنها موضوع الهوية والإسلام في إطار تداعيات قضية جريمة تولوز وشاب محمد مرح هذا لا يزال موضع الكتابات الصحفية ففي صحيفة لبراسيون كتب نيكولا ديموران ما قال بعنوان الجرح منذ عشر سنوات لدى الجمهورية مشكلة مع الإسلام مع أبنائها من ثقافة أو طائفة الإسلامية لدينا كلنا الجنسية نفسها وبطاقة الهوية نفسها وكذلك جواز السفر نفسه الحقوق والواجبات نفسها اجتباه يستخدم بشكل منهجي خلال المرحلة الانتخابية في آلية الوصم نبيلة أبدأ معك هل لاحظت أن هناك كمية كبيرة من استطلاعات الرأي التي بدأت تنشر في هذه الأولى مقارنة ربما على الانتخابات السابقة أكثر بكثير من تلك السابقة يتعلق الأمر بمعركة استطلاعات الرأي خاصة بعد مأساة أعمال القتل في تولوز ومساعي الرئيس ساركوزي اليائس لأن يقدم نفسه رئيسا لدولة القانون والأمن رئيس قادر على التعامل مع هذه الأزمة وهو حاول ما أمكنه أن يستفيد من هذه الأزمة ويستعيد مكانته في استطلاعات الرأي وقد كان يصارع وأصبح ربما أقل الرؤساء الشعبية في الهدفة الجمهورية الخامسة ومأساة تولوز كانت مناسبة للرئيس وما هو ملاحظ أنه موقع انتعش قليلا في استطلاعات الرأي بعد إطلاق النار في تولوز لكن على نحو مسترسل بعد الأيام التالية فقد تعافى في الجولة الثانية حيث كان متخلفا على فرانسوا هولاند ولكنه في الجولة الأولى فإن خصمه فرانسوا هولاند متقدم عليه قليلا استراتيجية الأمن والنظام لم تجده كثيرا سيد جهاد هل تعتقد أن الصحافة الفرنسية من خلال انتقائها لاستطلاعات الرأي أو نشرها استطلاعات معينة هي فعلا عادلة وديمقراطية أم أنها ربما مثل ما نشهد أيضا لأنه في حالة الانتخابات مشابه لما نشهده في العالم العربي انتقائية وتلاعب ما أنت سألت جوابت لا أريد أن يشوف ملاحظة بعضها حتما موضوعي ويريد أن يعرف الحقيقة ولكن كثير منها ملتزم بمرشحة ويريد أن يروج له أعتقد أن كل استطلاعات في النهاية مثل ما قلت في المقدمة فرانسوا هولاند وصاركوزي تقريبا مثل بعض واحد ما قددها مع الثاني بنقطة واحدة ولكن فيه حد الخطأ قد يكون مقطتين أو ثلاثة أو أربعة آخر استطلاع قرأته كان 29 إلى 30 بينهم وبعدين في المرشحين الآخرين لكن مثل ما قلت نبيلة حتما في الدورة التالية الثانية في أيار مايو المرشح الاشتراكي متقدم في كل استطلاعات التي أنا رأيتها وهي الأهم لأن ألا أعتقد أن الانتخابات 22 هذا الشهر ستحسب الانتخابات فعندما يحصل بين مرشحين اثنين سيكون المرشح الاشتراكي متقدما هذا ما رأيت فيه كل استطلاع تابعته أنا شخصيا سيد أحلام بالإشارة إلى هذه الاستطلاعات الرأي ومنها كما ذكر سيد جهاد تشير إلى أن هناك ربما تفوق لهولاند في الجولة الثانية هذه الاستطلاعات إلى أي درجة هي فعلا تسير الناخب من خلال تركيز مثلا على النتائج معينة بدل استطلاع نوايا الناخب هي فعلا توجه الناخب نحوانية ما لا أظن كل المرشحين سيستغلوا ويستثبروا في عملية تولوس ولكن يرجع بالآخر القرار الحاسم للناخب الناخب الفرنسي ليس مثل الناخب بالدول الغير متقدمة الناخب الفرنسي بالآخر هيحسبها اقتصاديا فيما إذا كانت بتناسب جيبته ومصاريفه ودفعه للضراب أو ما بتناسبش فالمرشح اللي ممكن حقيقي ينجح في الانتخابات هيحسبها الناخب الفرنسي بأولوية الأمن بغض النظر عن أولوية الأمن ثم الاقتصاد وما بتقدرش تفرقي ما بين هادلولا العاملين لأنه الأمن هيكلف الناخب الفرنسي أكتر وإضافة إلى عبق هادلولا المهاجرين على الناخب الفرنسي اقتصاديا فحيساند أي رئيس هيوقف تماما ضد هذا التطرف بشكل عملي وبشكل معقول وبشكل محجم بحيس يخفف من النفاءات بكل أشكالها سيد عبد العزيز هل أنت توافق سيد أحلام بأن الأجندة السياسية هي التي تفرد نفسها على متابعة صحف الفرنسية للانتخابات الرئاسية أم أن وسائل الإعلام الفرنسية تلعب دورا أساسيا في تسيير مجريات الحملات الانتخابية على الأقل من خلال كما ذكرنا مثلا النشر الكثيف لاستطلاعات الرأي نعم للإعلام الفرنسي يساهم كثيرا في توضيح البرامج الانتخابية لمرشحين يحاول يسلط الضوء على القضايا المهمة أنا يمكن أنني متخصص في الإعلام الفرنسي ولكني لاحظت الأسبوع الماضي كيف الإعلام البريطاني ركز على فرنسا والإيكونوميست وخصصوا غلاف كامل عن القضية الفرنسية وملف ولاحظت أيضا أنه الهم الاقتصادي والتحذير من الأزمة المقبلة لفرنسا اقتصاديا وحتى البقاء وصلوا إلى درجة التشبيه بوضع اليونان يعني وهذا كان فيه شوية كثير مبالغة في رأيي أعتقد أن المواطن الفرنسي زي ما قالت أحلام هو اللي يهم الاقتصاد أكثر وأنا في رأيي بزوغ أو إخراج مسألة الأمن حتى يلفت نظر المرشحين لأهمية ساركوزي وقوة أيام مكان وزيف الداخلية وحتى بعد تشكيك الإعلام العربي في مسألة قضية الإرهابي اللي قتل اليهود يعني كأنه نظرية مؤامرة حضرت عند الإعلام العربي نظرية الاقتصاد وحضرت عند الإعلام البريطاني الإعلام الفرنسي أكون يعني مبالغة إذا قلت أني أنا كنت متابع دقيق له شكرا على عموم داخلتك بموضوع التغطية في الصحف البريطانية أظن أنها كانت مفيدة نتابع أيضا من حيث سيد عبد العزيزة انتهى موضوع في بريطانيا وقانون المراقبة الذي يثير الجدل واهتمت به الصحف البريطانية بطبيعة الحال نقرأ هذه المقتطفات بداية مع صحفة الڭاردين كتب هنري بورتر تحت عنوان محاكم سرية ورقابة شاملة هل ستأتي ساعة تراقب فيها سلطات اتصالات المحتجين على سياساتها يعطي نظام الرقابة المقترح الحق لسلطات باجتباه الجميع وبالتستر وراء قانون يسمح لها بإخفاء مظالمها من خلال محاكمات سرية ومن صحيفة دايلي تليغراف نختار بعضا مما كتبه توم تشيفرز تحت عنوان قانون المراقبة غبي ومنافين للحرية يقول إن نسبة تعرض الإنسان العادي في بريطانيا للقتل من قبل الدبابير هي أكبر بأربع مرات من نسبة تعرضه لعمل إرهابي ولكن بغض النظر عن ذلك فإن القانون سيء لأنه يتجاهل أن الإنسان في النظام الديمقراطي بريء حتى إثبات العكس في إيفنينج ستاندرد كتب ماثيو دانكونة على الحكومة المحافظة على موقفها في موضوع قانون مراقبة الهدف من هذا الاقتراح ليس الحد من حرياتنا كما يصور البعض بل تمكين القيمين على أمننا لتخطي العواقب التكنولوجية التي قد تحد من قدرتهم على القيام بمهامهم سيد جهاد من خلال قراءتك للصحفة البريطانية هل كان هناك اهتمام بمتابعة الزاوية الأمنية لتغطية قانون مراقبة أم زاوية الحريات الزاوية الأمنية موجودة ولكن أعتقد أن الحكومة البريطانية مرة أخرى تظهر تبعيتها للفكرة الأمريكية الأمر كان شدد القيود بعد 9-11 أحد يقب الناس شكل وزارة لمراقبة الناس والبريطانيون الآن يحاولون أن يطبعهم لكن واضح من كل الصحفة البريطانية أن المعارضة لمثل هذا المشروع المحاكم السرية والمراقبة بدون قرار من قادم أنا أعتقد إطلاقا غير دستورية غير شرعية ببلد مثل بريطانيا نحن لدينا هنا أم البلمانات ولا يجلس أن يتصرفوا كدولة عربي سيد نبيلا هل معها حق إذا جازت تعبير الصحفة البريطانية أن تمزج في تغطياتها لموضوع قانون مراقبة الموضوع الأمني بموضوع الحريات تمت جدل منتعش في الصحفة البريطانية بين الليبراليين الذين يقولون بأن الدولة المراقبة تجاوزت المدى نعيش في مجتمع من التنصت وهم يستشهدون بمثال استخدام الكاميرات والدوائر المغلقة وقاعدة معلومات الخصائص الوراثية الديانية وهم يخشون من أن تؤذي مثل هذه الاستراتيجية في تجميع المعلومات أن تمتد إلى مجالات من قبيل المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني وطبعا هؤلاء الذين يحبذون سياسات الحكومة يقولون أن هذه الاستراتيجية مفيدة في مجالات مكافحة الإرهاب والأخطار الأمنية ولذلك الجدل لا يتوقف وهم أيضا يحذرون من انتهاكات في انتهاكات لهذه قواعد المعلومات فقط رأينا مجالس بلدية تستخدم هذه المعلومات الخاصة في تهديد أناس بشأن قضايا من قبيل رمي القمامة ثم تجدل عن الخيط الرفيع الذي يحقق التوازن بين ضمان الأمن القومي وحماية الحرية المدنية سيدة أحلام كونك ناشطة في مجال حقوق الإنسان برأيك وأيضا كاتبة برأيك كيف سيتأثر الصحفيون بقانون المراقبة هذا يعني عملهم لسيمة من يعملون في الصحافة الاستقصائية إن كان هناك قيود على مصادر معلوماتهم على قدرة حركتهم لجلب المعلومات ما أظنش إنه حتوصل للصحفيين وجلب المعلومة هناك حوار مفتوح على آخره براكز البحوث اللي هنا كيف تحمل التوازن والدليل على هذا إنه الـ evening standard عملت قبل 3-4 سنين أدي بيت حول التضحية بحرية التعبير أم التضحية بالمتطرفين بشكل أو بآخر وكسبة حرية التعبير الشكل الثاني اللي صار عندك يعني مسرحية عملوها مؤخرا بالمسرح القومي تحت عنوان هل نستطيع التحدث بهذا بتحاول توصل صوتها صحيح بلهجة قوية للمسلمين اللي موجودين هنا باعتراف إنه هم المعتدلين هم الأغلبية مش المتطرفين فتحاول توصل صوتها إنه ساعدونا حتى نحافظ على هاي الحريات لأنه هذا المتطرف عم بسيء لإلي ولإلك ولحرياتنا اللي إحنا قمنا عليها الحوار مفتوح والنقاش مفتوح أخذ الحكومة مثل هذا العمل بالآخر حيتقبلوا البريطاني في حالة ما لو طلع له إرهابي آخر مثل اللي طلع بتولوز أو بمكان تاني المشكلة إنه المسلمين المعتدلين والأصوات المعتدلة مش عمالها بتطلع بنفس مستوى الصوت العالي اللي بيطلع فيه المتطرفين سيدة عزيز بشكل سريع كنت ذكرت عن مقارنة بتغطية أصحف البريطانية وصحف الفرنسية بما يتعلق يعني بالانتخابات فقط هذه المقارنة بما يتعلق أيضا بكيفية تعامل ساركوزي مع قانون المراقبة بعد قضية تولوز وبطريقة تعاطل الحكومة مع قانون المراقبة الآن والله نسمحي لي أنا أحاول أقارن بين تعاطي الإعلام العربي باللي حدثينا في بريطانيا من محاولة للتضييق على الحريات لني أكثر دراية عن الموضوع أنا في رأيي أن الإعلام العربي خاصة الإعلام الموالي للأنظمة احتفل كثير بالأنظمة أو بمشاريع الأنظمة التي يتكلمون عنها البريطانيين لأنهم يرون فيها أنها تعزيز لأن الأنظمة يجب أن تراطب وأن تقمع وأن تسلط أجهزتها على المواطن وخاصة على الإعلام وأن تكون موجودة بالتالي كانت احتفالية رائعة من الإعلام العنظمة العربية سننتقل إذن سويا لاستعراض بعد ما نشرته الصحف من رسوم كاريكاتورية الرسم الأول نراه من صحيفة ليبرتي الجزائرية يظهر الرسم القرشة في أعماق البحر أعلى الرسم عبارة مفادها منفذ جريمة تلوز دفنة في فرنسا والقرش يقول للأسف فنبيلة هل يذكرك هذا الرسم بأمر ما؟ ليس واضحاً ما هي الرسالة؟ أعتقد أنه يركز على الجدل عن مكان دفن محمد مراح فأبوه كان بطبيعة حال يريد أن يدفن في الجزائر والآن يبدو أن الحكومة الجزائرية قالت أنها ليست راغبة في أن يدفن في التراب الجزائري لأنه من شأن ذلك أن يثير مشاكل الحكومة وقد انتهى به المطاف مدفوناً في مصر وأمه خجيت أنه ربما يتم الاعتداء على مدفنه سيد جهاد هل يذكرك هذا بموضوع دفن بن لادن في البحر أو رميه في البحر؟ نعم تعرفي يعني هو توفي ولكن كان بالتأكيد إرهابياً متأثر بالفكر منظمة إرهابية لا أحد يريد أن يضع يده عليه فبالتالي الجزائر تنكت له فرنسا كانت تفضل أن يدفن خارج فرنسا ولكن هو اختار مصيره سننتقل إذن إلى الرسم الثاني أعتقد أن الأرش عماله بقول يخساره راح على يوجبة إله إذن هناك جانب ربما مرح في هذا الرسم الرسم الثاني اخترناه من صحيفة القدس فيه نرى رجلاً يحمل صندوق مجلس الشعب وصندوق زياغة الدستور ويرفع صورة خيرة الشاطر وعليها كلمة انتخبوا رجل آخر يشير إليه قائلاً ما يقع إلا الشاطر سيد عبد العزيز أنا لا أرى أنه وقع الشاطر بالعكس الشاطر لن يقع يعني الشاطر شاطر خاصة إذا كان أخواني لأن الأخوان دائما شطار في التلون وفي التنقل وفي البروباغاندا المسألة هي مسألة بس أنا مع حق الشاطر في أنه يرشح نفسه ومواطن مصري ومن حق يرشح نفسه ليش الإعلام العربي خاصة الإعلام المصري واقف ضده لأنهم يقولون ما يبغى أن الأخوان يحتكرون الشورى والبرلمان وكذا من حقهم يحتكرون نبيلة لديها تعليق سريع قبل أن ننتقل إلى الرسم التالي مقارنة غير عادلة بين الإخوان المسلمين والحزب الوطني الديمقراطي المبارك قالين أن الإخوان المسلمين موجودون بأغلبية في البرلمان وفي لجنة صياقة الدستور وأنهم فازوا بالرئاسيات فسنعود إلى وضع مبارك وهذا ليس عادلا هؤلاء الناس انتخبوا ديمقراطيا بعتقد بسرعة أنه إضافة لحقه بالترشح وكل هذا إلا أن الوزن الحملة تقيل على أي واحد أنه يقدر يحملها حتى لو تلون وتغير كل هذا ننتقل إذن إلى الرسم التالي في صحيفة الحياة يتناول هذا الرسم الموضوع السوري وخطة عنان تحددنا الدبابات تقصف من خلف الموفد الدولي أما هو فينظر إلى ساعته سيد جهاد كيف قرأت هذا أو تعملت مع هذا الرسم سنعرف إذا كان هذا الكريكاتير صادقا في 12 من هذا الشهر عندما أعلن كوفا أنان أنه سيكون موعد وقف إطلاق النار هل توقف إطلاق النار أو لا يتوقف يعني الرسام الكريكاتير كأنه كوفا أنان ينظر بالاتجاه المعاكس ولا يرى ما يحدث أعتقد أنه يرى ما يحدث ولكن شنرى خلال يومين ثلاثة وأعتقد أيضا أنه سيغير بطارية ساعتين قبل ما ينتهي من قتل فلنرى إذن كما قال سيد جهاد لمنتصف هذا الشهر من صحيفة الجاردين البريطانية اخترنا هذا الرسم في قاع البحر ديفيد كاميرون ونيكي كليغ كما نرى أحدهما يحمل أكثر من مذياع والآخر يضع سماعات على أذنيها أعلى الرسم عبارة تقول تعلمون أننا لا نريد الاستماع إلى محادثاتكم لكن إذا أردنا فعل ذلك فإن ليس لدينا لا الرجال ولا القدرة ولا المال على فعل ذلك سأترك لكم الحرية من يريد أن يبدأ في التعليق على هذا الرسم سأواجه إذن لك أنا موافق هناك نقص في المال وفي الخبرة وهناك خلافات في الحكومة الإتلافية عندهم مشاكل لدرجة أن قرأت عنوان أن فوز فرانسوا هولند سيعود بكالثة اقتصادية على بريطانيا قرأته لم أفهم لماذا يعود فوز فرانسوا هولند هم يبحثون عن آذار وأعتقد سريع بعتقد أنها بتعبر على سقوط وغارة حزب المحافظين حتى بيأتلافوا شوي شوي لأنه في قاعد البحر والمشكلة الوحيدة أنه لا يوجد فلوس يحاولون يزودوا كل يعني يزيد أسعار كل شيء ويغرأوا هي مربوطة بالجيش البريطاني وتمويل الأعلى العسكرية البريطانية وأنه الحكومة المحافظين قاعدة تقلص الآن في الدعم لهذه وبالتالي الكاركتير على أنه يعني أنه خلاص نسونا ما في شيء المشكلة هي أنه فولكلاند جزر فولكلاند قضيتها ستكبر يوم ورا يوم فبالتالي جيد أن كل هذه المعطيات والمعلومات هي فقط تحليل لرسم واحد كما هي العادة الفقرة التي نختم بها برنامجنا ما الذي يعني لم نتمكن من تغطياته أو أغفلناها أبدأ معك سيدة رمضاني ربما شيء لم ينتبه إليه كثيرون الذكرى الخمسون لاستقلال الجزائر وكان هذا العام والتساؤل هو أين تقف الجزائر بعد خمسين عاما على استقلالها وهي ليست مستعمرة العلاقات الجزائرية مع فرنسا مثلا أين موقعها سيد جهاد سريعا سريعا أقول ليبيا لكن هذا عندي 30 موضوع الاشتباكات سيد عبد العزيز ما يحدث في مالي أسماء بن قلادة هل هي نجحت في الانتخابات الجزائرية باسمها أسماء بن قلادة ولا لأنها مرت القرى داوي إضافة لطواطؤ الإعلام أنه ما حكاش عن فكرة تدخل أسماء ذات نفوذ في ترشيحها وفي ذات نفوذ كبير في ترشيحها وفي نجاحها وعكس جهل الشارع التون الجزائري نفسه أنها طلعت نمرة أربعة في الوقت غايبة عن البلد حوالها 15 سنة المواضيع الكثيرة إذن حاولنا ضيوفي وأنا أن نغطي بعضا منها إذن أشكر لكم متابعتكم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر